السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحة العالمية خطر دخول المستشفيات بالمتحور دلتا يزيد ب120% عن السلالة الأصلية كشفت الدكتورة رانا الحجة مدير إدارة البرامج بمنطقة الصحة العالمية للشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي للمنظمة عن آخر مستجدات فيروس كورونا مضيفة لقد أبلغ إقليم منطقة الصحة العالمية لشرق المتوسط عما يقرب من 12.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 236 ألف حالة وفاة حتى 31 يوليو وأبلغت العديد من البلدان عن زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة والوفيات على مدار الشهر الماضي ومنها إيران والعراق ولبنان ولبيا والمغرب وباكستان وتونس والصومال وعلى وعلى ذلك تم الإبلاغ عن 363 ألف حالة إصابة و4300 وفاة جديدة إسبوعيا في المتوسط على مستوى الإقليم خلال الأسبوع الأربع الأخيرة وهو ما يشكل زيادة بنسبة 67% في عدد الإصابات و24% في عدد الوفيات مقارنة بالشهر السابق وبينما نعمل جاهدين لاتخاذ خطوات تهدف إلى مكافحة جائحة كوفيد-19 لا يزال الفيروس يتحور وينتشر بوتيرة أسرع وعلى نحو أعنف في شتى أنحاء الإقليم مصحوبا بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الصحة العامة وقالت حتى 28 يوليو أبلغ 132 بلد حول العالم عن اكتشاف المتحور دلتا منها 15 بلد في إقليمنا ولا يزال المتحور دلتا ينتشر بسرعة وسرعان ما سيصبح متحور سائد على الصعيد العالمي كما أن الإحصاءات المتعلقة بأثر المتحول دلتا صادمة وقد أشرت الدراسات إلى أن خطر احتجاز المصابين بمتحور دلتا في المستشفيات يزيد بنسبة 120% في متوسط على خطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية كما أن خطر الوفاء يزيد بنسبة 137% في متوسط والأمر الأكثر إصارة للقلق هو خطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة فالمصابون بمتحور دلتا تزيد احتمالية دخولهم العناية المركزة بنسبة 287% في المتوسط ومن ناحية أخرى هناك عدد قليل من بلدان الإقليم تشهد ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفيات بسبب المتحور دلتا وموظم حالات الإصابة والوفاء التي أبلغ عنها كانت في صفوف غير الحاصلين على اللقاح ولذلك تزداد الأهمية البالغة لحصول جميع البلدان على جرعات كافية من اللقاح بسرعة وحصول الأشخاص على اللقاح في أقرب فرصة تتاح لهم ولا تزال أهم طريقة للسيطرة على الانتشار السريع للمتحور دلتا وغيره من المتحورات الأخرى هي الحفاظ على التدابير الوقائية المثبتة لحماية أنفسنا وغيرنا ومنها الحصول على اللقاح مع الاستمرار في الوقت نفسه في الحفاظ على التباعد البدني وارتداء الكمامات وغسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة وتأجيل جميع التجمعات الاجتماعية وإضافة إلى ذلك يعد تكسيف جهدنا لتوسيع نطاق الحصول على اللقاح كورونا وتوفروا خطوة مهمة أخرى لا سيما في بلدان الإقليم ذات الدخل المتوسط والمنخفض شكرا وادمتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته